أنا قبل ما لسه أروح للأمور الفنية في جزئية كابتن عاشرف وانت هتبقى قريهة من لعابة نادي الإسماعيلي وقريهة كلاعب وكمدرب كبير إنه بعض الناس ويبت بتتابع لعابة الإسماعيلي أنا بكلم جمهور الإسماعيلي يقولك ما هو يعني المشكلة لما ما يخدش تسع شهور فلوس ولا سنة حتى ما هو كل سنة بياخد تلاتة أربعة مليون جنيه الناس ما بتبقى شواخدة بالها إنه التسع شهور دول التزامات وحاجات عند اللاعبين وبيقولك بمشاكلهم بقى دي كلها بصة كابتن كريم دايما مش اللعيب بس الحياة كلها طبعا انت مصروفك على قد دخلك بالظبط ما هو فيه واحد يجي يقولك يا عمنا بقابت خمس تلاف جنيه في الشهر انت ربنا ببريكلك فيهم وانت مساستم حياتك كده بالظبط التاني ده برضو هو كده بياخد حاجات بيشتري حاجات بيعمل كده ما تعرفش ظروفه عملة زي لكن هو في الآخر حقه ولا مش حقه هو حقه انت بتشغل باحترافية والعيب دوت بيبقى عامل حساباته ان هو لو تأخر شهر شهرين يتحمل تسع كتير تسع كتير وزا بقول يعني أنا هقولها هو هيزعل مني لكن أنا هقولها كدتن فريق باهن محمدي بقى عربيته باهن محمدي اه طبعاً في الظروف دي بقى عربيته وباهن هو من غير ما أعرف يعني هيأكيد من العقود الكويسة في الإسماعيلي اه طبعاً كدتن فرقى يعني في الطبيعية كان فيه مرات يبقى كان هو ليه استحقاق مبالغ ما أخدهاش عشان يعني العيبة تانية تأخد بجد اه والله بأمانة يعني يعني بكلم يعني فأدي نموذج اهو مش عايزة بقى تكلم بقى عمر روحشة يتجوز وعنده مشاكل برضه وكابت النادي ساكت ومش قدر تكلم لكن الكلام ده بيجينا احنا والله وكلام ده بيجينا مشكلة أنا مقصودش أنه حتى نزهر ده طبعاً بس أنا عايز جمهور الإسماعيلي يحس أسوأ جمهور الإسماعيلي برضه إيه ساعات بيزعب من لعبته وأنا برضه بزعب من لعبته الإسماعيلي ساعات في المباريات بس ما هو اللعيبة اللي تشتغل في تسعة شهور وعندها ظروف زي دي اللي راح يتجوز ومش عارف يجهز جواسته اللي بيبيع عربيته هو كابتن الفرقة ما دي كلها حاجات أنت كمدرم مش تعرف تخلي اللعيب يلعب في أرض الملعب كويس اللي حضراتك بتقوله أنا أقول موقف النهاردة أنا كنت في الناد الإسماعيلي النهاردة فقابلت مجموعة كبيرة من اللعيبة كان عندهم النهاردة ماتش ودي واللعيبة اللي لعبت ماتش الرابطة كان عندهم تدريب باهر ومحمد حسن والسوقي وعصام صبحي وحمد النقاز وكريم الديب عارف أنت مجموعة كبيرة فقعدوا يتكلموا معي وبتاعمهم مش عارفهم كده قلت لهم في الآخر قلت لهم أنتوا أنتوا القصة كلها أنه ده لو حصلوا مشكلة هتبقى أنتوا السبب وهم خلي بالك اللعيب عارفك كده شهدين مسؤولية آه طبعا شهدين مسؤولية وأنا شايف أن الفترة اللي جاية يعني هتبقى خلي بالك هم كانوا بيلعبوا وهم ما خدوش فلوسه بتاع بس ما هو أنت دايما ما فيش عربية بتمش بغير البنزين بتبقى غصبا عنك أنت متفكر تركيزك ميدو شاطر وقاعدين مع اللعيبة ليل ونهار وبتاعوا عملين نتكلم معاهم وكل الكلام دي كله بس في الآخر خالص أنت وأنت زعلان وحزين على حاجة معينة بتحاول تضحك بس أنت من جواك حزين ما في المية فكان عندنا مشكلة كليش أنا عندي إستة عربية وطلع حلقة النهاردة مش هبقى مركز مليون في المية أنا عندي إستة ما دفعتوش لسه بلك أنت ده بقى بيبقى عنده التزامات كتيرة أول لما يبقى تسعى شهور من غير